اشتركوا في القناة وفق مستجدات الدراسات الصحية مشيرة إلى أن زيادة نسبة الفحوصات تسهم بشكل فعال في الوصول إلى الحالات في الوقت المناسب في البداية أحب أن أؤكد ضرورة مواصلة وزارة الصحة وجميع الفرق الموجودة على جميع الأصعدة تواصل جميع الجهود على جميع الأصعدة للتأكد من توفير جميع الرعاية والخدمات لتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله وتكون عندنا نتائج ناجحة في فترة بسيطة وزارة الصحة مستمرة كما تفضل أخي الدكتور مناف في إجراء وزيادة عدد الفحوصات سواء كانت للمخالطين وتتبعهم أو حتى كانت الفحوصات العشوائية لأهمية هذه الأرقام في الوصول إلى الحالات في وقت مبكر ومتابعة المخالطين لأنه يعتبر مرض الكوفيد في حقاصية معينة هو وجود المرض في مراحل معينة فالمريض لما يوصل إنا في المراحل المبكرة يكون استجابتهم للعلاج وتقبلهم للعجاج ونجاح العلاج يكون أفضل لما يكون في مراحل متأخرة بالإضافة إلى أن هذه الأرقام التي تطلع لنا من النتائج اليومية ومن الفحوصات تساعد في معرفة الوضع الوبائي للمرض في مملكة البحرين وللتخطيط سواء كان لفتح مزيد من الأعمال وشلون ممكن تكون توجهاتنا في المستقبل القريب فقد وصلت عدد الفحوصات الموجودة إلى اليوم حوالي 744 ألف فحص وهذه طبعا تتعتبر من أعلى نسب الفحص على مستوى العالم ولا تساعدنا فعلا في النجاح في تخطي هذه المرحلة وهذه الجائحة